هذا البرج الاستكشافي يمثل أولى مراحل التقييم المكمني التي شرعت بها وزارة النفط في حقل الهواز الحدودي المشترك مع الجانب الإيراني والذي يقع شرق محافظة ميسان وزير النفط الذي دشن هذا اليوم انطلاق عمليات شركة الحفر العراقية لتقييم نوع النفوط وحجم الاحتياط في هذا الحقل الكبير أعلن عن خطة لتطوير الحقول النفطية المشتركة مع إيران والكويت اعتمادا على الجهود الوطنية دون أن يستبعد الاستعانة بالاستثمارات الأجنبية لتطوير الحقول الحدودية في البلاد نحن نحرص أن نطور حقولنا الحدودية سواء مع الجارة جمهورية إيران الإسلامية أو مع دولة الكويت أو الدول الأخرى الحدودية لحد الآن شملنا 12 حقل كوجب أولا حدودية مع إيران والكويت جهد أجنبي ربما نحتاج إلى مشورة ربما نحتاج إلى بعض الاستثمارات فنحن جادون إلى المضي بمحورين المحور الجهد الوطني حقل الحوزة الذي تم حفر أول بئر فيه عام 1980 يضم أربعة مكامن نفطية سيتم خلال مرحلة التقييم تحديد أغنى هذه المكامن بالنفط الخام لإطلاق الإنتاج المعجل من هذا الحقل الذي تشير توقعات أولية أن يصل مخزونه الاحتياط إلى مليار برميل من النفط الخام تشير الاحتياطات الأولية حدود مئة إلى مليار برميل من المتوقع الاستثمار المعجل لتكوين المشرف وإن شاء الله بأقرب وقت خلال فترة بحدود الشهرين يمكن يصير يشوف معدل التنتاج يشكل حقل الحوزة بالحقول المتقدمة في العرب مع البزرقان وتشير بعض التقارير والدراسات الجيولوجية لوجود تراكيب ومشتركها مع تكوين المشرف في حقول الميسان وحقول الحلفاء وفيما يرى مهندسون مختصون أن عمليات التقييم في حقل الحوزة ضمن البئر الاستكشافية الأولى ستستغرق شهورا عدة تدخل شركة الحفر العراقية إلى هذا المشروع بزخم متفائل مستندة على أحقيتها الوطنية أمام منافسيها الأجانب ونجاح مشاريعها المماثلة كما أشارت إدارتها الهندسية نحن قضنا تجربة حفر استكشافي بالجنوب وبالعمارة ونجحة مئة بالمئة بالمقارنة مع الجهد الاستكشافي اللي تتجنب الشركات العالمية أن تخوض به لمخاطره ولمشاكله ولكن لحد الآن الجهد الاستكشافي بالعراق هو جهد وطني مئة بالمئة نحن هنا في الجانب العراقي من حقل الحوزة النفطية المشترك مع الجانب الإيراني وهو أقرب المكامن النفطية على الحدود الإيرانية ومن هنا أطلقت وزارة النفط هذا اليوم عمليات التقييم المكمني التي تسبق عمليات التطوير التي ستبدأ لاحقا من حقل الحوزة النفطية الحدودية المشترك على الحدود العراقية الإيرانية شرق محافظة بيسان أكرم الربيعي الحرة